تعتبر جوازة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز من أنجح الجوازات في الوسط الفني لكن ناس كتير ما تعرفش أن سمير غانم اتجاوز قبل دلال عبدالعزيز مرتين طب إيه تفاصيل جوازه الأول من سيدة سومالية وإزاي أجبرته زوجته الثانية على الجواز ونين فصل عنها بعد أسبوع كل ده هتعرفه معنا في الفيديو ده اتجاوز الفنان سمير غانم ثلاث مرات في حياته كان أشهرها وأطولها زواجه من الفنانة دلال عبدالعزيز لكنه تجاوز قبلها مرتين كانت المرة الأولى من سيدة سومالية وكشف سمير غانم تفاصيل الجوازة دي في لقاء تلفزيوني سابق وقال إنه تعرف عليها خلال حفلة كان مشارك فيها في مصر وهي كانت قاعدة بين الجمهور وكانت مجنونة بيه وبتحبه بشدة وبعد انتهاء الحفلة راحت له وصرحته بحبها ونشأت بينهم قصة حب سريعة وكرر يتجاوزها بعد تشجيع صديقه الضيف أحمد ووصفها سمير بأنها كانت لذيذة وحبوبة وبنت حلال لكن جوازتهم استمرت ثلاث شهور لم ينجبوا خلالها وبعدها انفصلوا بسبب اختلاف الطباعة بينهم وكشف سمير إنها تجاوزت بعضه وأولادها كبروا وتجاوزوا أما جوازته التانية وصفها إنها كانت جوازة كوميدية جدا فهو كان سهران عند ناس صحي لقى نفسه متجاوز وقال إنها ستة جميلة وعظيمة لكنها كانت دخل رهان مع واحدة صاحبتها إنها تتجاوزه وهو كان صديق ليها قبلها بفترة لكن عمره مفكر فيها كزوجة وكانت بتحاول تقنعه إنه يتجاوزها لكن هو كان رافض فكرة الجواز أصلا فاتفاجئ إنها كلمت صديق ليها وقالت له هات المأزون وتعالى وفعلا جي المأزون الساعة 3 ونص الصبح وجوزهم واستمر جوازهم لمدة أسبوع واحد بعدها انفصلوا وأكد إنه تفاهم معها على الانفصال وقال لها إنهم مش هيقدروا يكملوا كده خاصة إن الجواز لازم يكون بالرضى وهو كان حاسس إنه تم إكباره على الجوازة دي وأكد إنها كانت ستة جميلة ومخترمة لكن لإنه كان حاسس إن الجوازة دي ما كانتش بمزاجه فما قدرش يكمل وهي تفهمت موقفه واتفقوا على الانفصال أما الجوازة التالتة والأخيرة لسامير غانم كانت من الفنانة دلال عبد العزيز وتجوزوا سنة 1984 واستمر جوازهم لغاية رحلهم سنة 2021 وقال سامير غانم إنه كان واخد قرار إنه مش هيتجوز تاني لكن دلال هي اللي كانت بتطرده وصممت تتجوزه وأكد إن هي السبب الرئيسي في نجاح جوازهم واستمراره ووصفها إنها مش سهلة وبتعرف تخطط وقال إنهم قبل جوازهم أخوه رحل وهو كان في حالة نفسية صعبة وكانت دلال أكتر واحدة وقفت جنبه فحس وقتها إنه مش هيقدر يستغنى عنها فقرر يتجوزها وكان سامير متخوف من جوازه من دلال لإنه أكبر منها بعشرين سنة كمان ما كانش عايز يخلف لإنه كان حاسس إنه كبر ومش هيلحق يربيهم لكن دلال كانت دايماً بتطمنه وفعلاً اتجوزها ورزق منها ببنتين هما دونيا وإمي واللي دخلوا مجال الفن بعد كده وبعد رحيل سامير غانم اتقالت أخبار كتير عن وجود ابن ثالث له من زوجته الصومالية واللي كانت الزوجة الأولى في حياته وكان منتظر إن الإبن ده يظهر علشان ياخد مراسه من والده سامير غانم لكن ده ما حصلش واتضح بعد كده إن كل الأخبار عن وجود ابن ثالث لسامير غانم كانت مجرد إشعاعات ما لهاش أي أساس من الصحة وإن سامير ما خلفش غير دونيا وإمي قلنا في التعليقات إيه أكتر عمل بتحبه لسامير غانم ودلالة عبدالعزيز